اشتركوا في القناة قلت أن 70% من البنات السعودية على علاقات محرمة لم أقل وش قلت؟ أنا قلت لك بلاش المواضيع دي لم أقل الحلقة موجودة في يوتيوب ممكن الواحد يدخل عليها اسمها كلاكيع هي حلقة كانت تدعو إلى توسيع دائرة الحلال وأن الحرام اليوم أصبح منتشر وسهل عند الشباب والحلال معقد لذلك تسميت الحلقة كلاكيع كالكعن الحلال صعبنا فالدعوة كان إلى تسهيل الحلال وإلى تصعيب الحرام وقلت أنه اليوم لا يكاد يوجد رجل شاب أو بنت في العالم أو في هذا العصر إلا وله علاقة مع الطرف الآخر وله أضع في الإيمان تليفون إلا من رحم ربي لم أستخدمت نسبة أبدا وما استخدمت دولة أنا في خواطر ما أتحدث عن أشخاص لأنه ليس هدفي الحديث عن أشخاص ولا عن دول ما عمري أقول ولا سعودية ولا مصر ولا المغرب كلام عام النسبة جاءت من يعني الحقيقة الموضوع كان أتقفل وأنا ماني حابب يفتح ولكن للتوضيح أنه صار حديث مع أحد الأشخاص في التليفون صحفي صحفي وسألني وذكرت أنه بحكم تعاملي مع الشباب أنه أغلب الشباب والبنات عندهم ولو على قل تليفون وقلت له كلمة أغلبية ممكن تيجي من 51% ممكن تكون 60% ممكن تكون 70% ممكن تكون 90% ما أعرف وقلت أنه ما في إحصاءات في العالم العربي يعني أنا ذكرت في كلامي أنه لا توجد إحصاءات ولا استخدم هذا الكلام استخدم السبعين فاستخدمت السبعين ويمكن عن غير قصد أنا أحسن الظن وتم تخطيص الموضوع وردت أنا على الموضوع مش نادم أنت على وصف معظم الشباب والبنات بأنهم عندهم علاقات محرمة مش محرمة يعني غير شرعية غير شرعية وليست بنفس المستوى ما نتكلم على زنة وعلى نتكلم على أضعف الإيمان اللي هو تليفون وهذا هو الموجود أنا يعني أنا ما باتهم أنا بصف حالة موجودة اليوم وأي شاب وبنت عارفيني عن الأوضاع اليوم والهدف من وصفها هو أنه نصحة وأنه نوجد لها حلول الزواج أصبح قلت لا يكاد يكون هناك فتاة أو فتاة إلا وله صديق في هذا العصر في هذا العصر لا محدد دولة ولا محدد جنس ولا محدد ما طبيعة ولازلت على كلامك هذا أيوة يعني هذا اللي شايفينه بس مرة أخرى بدون وجود إحصاءات نحن ما نتكلم على إحصائية يعني في الغرب كان عندهم إحصائية في هذا الموضوع وإحصائية طريفة تذكر أنه مثلا في الستينات كان تقريبا خمسين ولا ستين في المئة من النساء يتزوجوا وهم متزوجين ما عندهم علاقات قبل الزواج الآن ارتفعت النسبة إلى خمسة وتسعين في المئة من النساء عندهم علاقات قبل ففي إحصاءات في أمريكا في العالم العربي لا توجد بس ما في شك أنه عندنا مشكلة يجب علاجها طيب أحد كنت تكتب مقالا يوميا في صحيفة الوطن خلال شهر رمضان أحد المقالات التي أثارت الكثير من ردود الأفعال كان بعنوان شكرا إبليس نعم كثير من الناس زعلوا على هذا الوصف هل أنت نادم على كتابة هذا المقال يمكن نادم أنه كتابة يمكن ما تكتب لعامة الناس لأنه يمكن تفهم خطأ خليني أقرأ مقطع أقرأ مقطع بعد ذلك في 17 سبتمبر 2008 كتبت تحت عنوان شكرا إبليس شكرا يا إبليس لأنك علمتني قبح الكبر والعناد فحوارك مع الله سبحانه وإصرارك على عدم السجود لآدم أظهر لي كم أن العناد هو ضرب من ضروب القباء ترى الله أمامك يا إبليس وتكلمه بدون ترجمان ثم عندما يأمرك يبي أن تسجد لآدم تأخذك العزة إلى آخرة شكرا إبليس لأني عرفت أن التعري هو أحد أكبر غياتك وأهدافك لغواء بني آدم شكرا يا إبليس لأنك علمتني أن الحسد يأكل الحسنات ترى أن هذا الأسلوب لا يجب أن يستخدم مع العم لا يعني يمكن أن يفهم خطأ يعني هي الهدف من المقالة الاستفادة من قصة إبليس وهذه قصة إبليس موجودة في القرآن للاستفادة منها يعني موجودة والله وضعها عشان نستفيد عشان نتعلم قراء الكبر أخطأت في مسألة شكرا يعني أن توجه الشكر لإبليس؟ ما أعرف صراحة ما فكرت فيها أنا من هذه الناحية فما أعرف إذا أخطأت ولا لا وإذا أخطأت أعتذر ما عندي مشكلة طيب خلينا ننتقل إلى قصة جديدة ستقدم في الأيام القليلة المقبلة برنامجا جديدا في 2 نوفمبر 22 2008 قلت أنك في صباح الخير يا عرب برنامج صباح الخير يا عرب على قناة الانبيسي أنك تعد لبرنامج جديد سيعرض قريبا عن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم تعتمد فكرة على تخيل وجود الرسول معنا في القرن الواحد والعشرين البرنامج عنوانه لو كان بيننا وش تحاول تقدم فيها البرنامج؟ هدف البرنامج الأساسي لو كان بيننا أنه إحنا لا نريد أن نعود 1400 سنة الوراء علشان نعيش أيام الرسول صلى الله عليه وسلم لأن هذا غير ممكن إحنا نريد أن نتخيل الرسول صلى الله عليه وسلم بيننا اليوم في القرن الواحد والعشرين كيف؟ ليعلمنا كيف نعيش كيف؟ كيف بأن كل قصة نبوية حصلت من 1400 سنة عندما أقرأها أسأل نفسي هذه إيش معناها اليوم؟ وش لما تقدموا تقدموا يعني بنفس الأسلوب تطلع أنت وتقارن بين القصة وبين حادث الآن؟ هذا جانب من الحلقة وفيه جانب آخر كاميرا خفية نتعرض لمواقف الشوارع العربية وبعدين نتخيل لو الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف كيف كان حيسوي؟ يعني مثلا لو الرسول صلى الله عليه وسلم داخل أسنسير هيسلم على الموجودين ولا لا؟ ألا تخشى من أن يكون فيه ردود فعل سلبية تجاه هذا أنه هذا ممكن يكون فيه تقليل من مقام النبي صلى الله عليه وسلم لا أعوذ بالله ليس كيف تقليل؟ ألا تخاف أنه فيه ناس يقول لك أنه تعال هذا الخيال الزايد الجامح أنه تخيل أن النبي يدخل مصعد أو نحو ذلك؟ إذا ما تخيلت فالسيرة النبوية فقط للتسليع يعني أعطيك مثال بسيط الرسول صلى الله عليه وسلم لما يروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان ممكن أنزل أوقف؟ بس لا تكثر ما هنكثر لما كان صلى الله عليه وسلم يروى أنه كان ينزل صلى الله عليه وسلم لصفية زوجته وتضع قدمها على فخذه الشريف وتركب النق صلى الله عليه وسلم الآن ما في نق ولكن فيه سيارة الآن هذا التصرف معناه أنه كأنه الواحد يفتح لزوجته السيارة هذا مثلا مثال هذا مثال لإسقاط قصة موجودة في السيرة كم حلقة هتقدم في البرنامج؟ لماذا 26 بالذات؟ يعني 25-26 برنامج يومي وبرنامج أسبوعي أسبوعي وفيه يعني الأمور الأخلاقية الاجتماعية ما أنا داخل في أمور عقدية ولا أمور حياته صلى الله عليه وسلم كزوج أنا والله أخطركي وهذه رسالة مهمة أنه لولا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ما هتقدر تفهم الإسلام ولا القرآن صح كيف؟ أعطيك مثال أنا كنت متزوج قبل زوجة الحالية وجلسنا سنتين متزوجين يمكن واحدة من الأسباب الأساسية في فترة التشدد اللي ذكرت لك واحدة من الأسباب الأساسية لعدم ترجمة نانسي قنقر